وفاجعة تل وفاجعة يعيشها أهالي محافظة مأرب اليمنية على يد ميليشيات الحوثي التي عادت لتلتف على المحافظة الغنية قبل أيام باستهدافها مسجدا في معسكر الجيش قتل فيه أكثر من مئة جندي والبارحة حين قصفت بصاروخ باليستي منزلا لعضو في البرلمان اليمني قتلت فيه امرأة وابنتها بعدها أعلنت الداخلية اليمنية القبضة على خليتين استخباريتين تابعتين لميليشيات الحوثي كل هذه الأحداث تعيدنا لمعارك عام 2015 حين زحفت ميليشيات الحوثي نحو منابع النفط الرئيسية في مأرب التي تعد المصدر الأبرز للنفط والغاز في اليمن معارك انتهت حين استعادت قوات التحالف السيطرة الكاملة على مديرية صرواح أخر معاقل الحوثيين في المحافظة اشتركوا في القناة في الساعة الخامسة من نصف مكذوف صاروخي على منزل مسعد حسين السوادي كانت بحسب أقوال الشهود العيون وبحسب أقوال صاحب البيت 14 فرد من العائلة من نساء وأطفال توفت امرأة وأصيبوا جميع يعني هؤلاء ال14 ما بين جرحا ومعظمهم حانتهم خطيرة طبعا من نساء والأطفال هم الآن متواجدين في مستشفى مهرب وفي المستشفى العسكري وصقطت بعد هذا الصاروخ صاروخ آخر في نفس المنطقة الأهلة بالسكان وهي من المدينة بعيدا عن المعسكرات بعيدا عن تلكنات العسكر وينضم علينا من مأرب العميد الركن عبد الله عبدو عبد الله مجلية الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني اليمني أهلا بك معنا سيادة العميد وماذا يعني العودة لاستهداف مأرب مرة أخرى يا أهلا وسهلا بك يا أختي العزيزة سألت سيادة العميد عن مغزى العودة لاستهداف مأرب من جديد من قبل الحوثيين بهذه الطريقة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لك أختي العزيزة وشكرا لقناة العربية القناة المتميزة والرائدة أختي العزيز دابة الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية الإقرامية منذ يوم السبت على استهداف محافظة مارب ومدينة مارب بالصواريخ والمقذوفات والصواريخ بأنواعها أصفر عن ذلك الاستهداف بتلك الصواريخ التي تخالف الشريعة الإسلامية وتخالف أيضا الشرائع السماوية وكذلك تخالف القانون الدول الإنساني في تلك الانتهاكات تجاه المدنيين فقد أطلقت أيضا حمامها الصاروخية وكذلك المقذوفات على منازل المواطنين وكذلك على دور العبادة حيث بدأت من يوم السبت من هذا الأسبوع في استهداف مسجد قريب من المعسكر الاستقبال وكان فيها مدنيين وعسكريين كذلك قراء ذلك الاستهداف بالصاروخ الباليستي كان هناك عدد من الشهداء 110 شهيد و68 قريح وتمادت أيضا خلال الأسبوع وقامت أيضا باستهداف مسجد آخر في مدينة مارب قراء ذلك الاستهداف الاستهداف بيكون بصواريخ باليستية بالعادة ومدفعية عن بعد طريقة الاستهداف التي يقوم بها الحوثيون لمارب كيف هي؟ بصواريخ باليستية وكذلك صواريخ الكتيوشة تقوم بها الميليشية الإنقلابة بين الحين والآخر بدأت بالمسجد القريب من العسكر التدريبي ثم بعد ذلك بعده بيومين استهداف أيضا مسجد آخر في محافظة مارب قراء ذلك الاستهداف الصاروخي أيضا نتقع عن قرح ثمانية كان في غير وقت الصلاة وإلا كانوا يردم هناك دمار كبير في المسجد الأول وكذلك المسجد الثاني بعد ذلك يوم أمس قراء استهداف للحي السكني في مدينة مارب ويسمى حي الروضة وكان استهداف لبيت أحد المواطنين مارب هدأت في تلك المنطقة ويدعى مسعيد حسين السوادي أدى إلى استشهاد طبعا امرأة وطفلتها وكذلك إصابة أربعة آخرين ودمار الكامل للمنزل وكذلك البيوت المقاورة مارب يمكن أن نقول أنها هدأت لفترة مالي لماذا عاد الحوثيون لاستهدافها من جديد؟ الميليشيات الحوثية الإنقلابية الإجرامية وقراء تلك الانتصارات التي يحقق قيشنا الوطني في محافظة مارب في صرواح وكذلك في القوف وكذلك في مديرية نهم ومحافظة صنعاء كان هذه الانتصارات الكبيرة التي يحققها أيضا أن هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية الإرهابية الإجرامية أبت أن ترتكب القرائم والانتهاكات في حق أبناء شعبنا اليمني في كل المحافظات سواء في محافظة الحديدة أو ضد محافظة طعز وكذلك في محافظة مارب هذه الميليشيات الإنقلابية الحوثية تسعد عندما يكون هناك قرائم وانتهاكات محافظة مارب أيضا مستهدفة بالصواريخ خلال هذا الأسبوع ولكن القيش الوطني لن يسكت عن تلك الأعمال الإجرامية وعن دماء أولئك الشهداء بل سيكون القيش الوطني لهم بالمرصاد وسيحقق الانتصارات والحسم العسكري هو الحل أمام قرائم وانتهاكات تلك الميليشيات الإنقلابية الحوثية أرجوك أن توقع معنا سيادة العميد نشاهد هذه المادة ونعرف المشاهدين الأعزاب بهمية مأرب الاستراتيجية ثم سعود لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر سيادة العميد كما استعرضنا قبل قليل دين مليون يمني يقطن في مأرب ولا يبدو أن هذا يمنع الحوثيين من الاستهداف بالصواريخ الباليستية أو صواريخ الكاتيوشة بدليل أعداد القتلى والمصابين الذين نتابعهم كل يوم ما هي الاستعدادات التي يمكن أن تأخذ على المستوى العسكري للحفاظ على الوضع الذي كان قائما بعد أن سيطرت الجيش الوطني بمساعدة قوات التحالف على مأرب الحقيقة فعلا مأرب هي مأرب التاريخ والحضارة والأمقاد وهي قلب اليمن النابض وهي منطقة نفطية وغالبية أو كل سكان محافظة مأرب يرفضون الميليشيات الإنقلاب الحوثية تجمع في محافظة مأرب من كل أنحاء الجمهورية وبالتعداد سكان ما يقارب ثلاثة مليون نسبة في هذه المحافظة كل ذلك أزعج الميليشيات الإنقلابية الحوثية في استقرار وهدوء هذه المحافظة الغنية بالنفط والغنية أيضا بالقيم والأخلاق في سكان محافظة مأرب دابت على إطلاق الصواريخ والقذائف نحن لدينا عدد من الإقراءات الأمنية وكذلك الإقراءات العسكرية قمنا بعمليات عسكرية ناجحة واستدراج محكم للميليشيات الإنقلاب الحوثية سواء في محافظة القوف سواء في جبهة المتون وقبهة حام وكذلك جبهة الغيل كذلك هناك أيضا عمليات عسكرية ناجحة في المنطقة السابعة في مديرية نهم وتم الرضiğ على التسللات التي قام بها الميليشيات الإنقلاب الحوثية وكذلك أيضا استدراج محكم لكثير من كتائب الموت الحوثية التي كانت لها الموت في قبال نهم الشماء والذي اعتلوها المقاتلون الأبطال الذين يوجه لهم التحية والتقدير عبر شاشة قناة العربية التحية والتقدير لكل المقاتلين في كل أرجاء اليمن وبالأخص أيضا في مديرية نهم في تلك القبال العالية والتضاريس والأجواء الصعبة وكذلك الأحوال الطقسة الصعبة من البرودة لكن كان لهم دور كبير في كسر الميليشيات الإنقلابية الحوتية والقضاء على تسلط الآن عندكم إلى جانب سيادة العملي القوات العمنية إلى جانب العمليات العسكرية التي تقومون بها والاستعدادات لمنع هذه الهجمات الحوتية إلا أنه في الأخبار تم التناقل أنه القاء القبر على خليتين استخباريتين تعملان لصالح الحوتي داخل مأرب أو في مناطق مأرب العمل الاستخبارات والعمل العسكري من الجهات التي تتعاون معكم ما حجم القبيلة اليمنية الموجودة في مأرب في أطعاطي مع مسأمة مع جدية أنه إذا فعلا قام الحوتيون باختراق مرة أخرى لمأرب أو اختراق مأرب بشكل كبير سيؤثر هذا على كل اليمن كونها مصدر كبير للنفط والغاز أيضا الحقيقة من خلال القناة العربية نشكر شيوخ وقبائل محافظة مأرب على دورهم الإيجابي في استقبال كل النازحين من أنحاء الجمهورية وكذلك أيضا دورهم الإيجابي في الوقوف مع الأمن ومع القيش مع قواتنا المسلحة المواقفين مع الشرعية ضد الإنقلاب الحوتي من اللحظات الأولى وهم يقفون جنبا إلى جنب مع الدولة والشرعية فعلا تم القبض على خليتين كانت من قبل القوات الأمنية كانت تعمل لصالح الميليشيات الإنقلاب الحوثية ووجد أيضا بحوزتها إحداثيات وأجهزة اتصالات وخرائط وكانت تتواصل مع الميليشيات الإنقلاب الحوثية والقوات الأمنية لن تتوانى وستتضرب بيد من حديد تجاه كل الخلايا التي تعمل لصالح الميليشيات الإنقلاب الحوثية لكن هذه الخليتين كانوا داخل القوات الأمنية وسيتم تأديمهم بوسطة النظام والقانون الحليتين اللي تم إلقاء القبض عليهما كانوا داخل القوات الأمنية اليمنية الخلاياه كانت في إطار مدينة مارب وتم إلقاء القبض عليهما ولم يكن في إطار الوحدات العسكرية أو الوحدات الأمنية ولدينا من الإجراءات الأمنية والإجراءات العسكرية والإجراءات الوقائية والأمن الوقائي الذي قادر اكتشاف القريمة قبل وقوعها في مدينة مارب هذا يعني تعزيز العمل الاستخباراتي لديكم كجيش وطني الآن صحيح كيف ستعززون ذلك من هي الجهات التي تساعدكم العمليات الاستخباراتية أحيانا في بعض المعارك تكون أهم من العمليات العسكرية الجهات التابعة لوزارة الداخلية وقوات الأمن الخاصة وكذلك الأمن الداخلي ولدينا أيضا دائرة الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة والأمن السياسي والأمن القومي وهؤلاء كلهم يشكلوا منظومة واحدة لتحقيق الأمن والاستقرار داخل مدينة مارب ومحافظة مارب وكذلك أيضا في المحافظة الأخرى يوجد أيضا تنظيم التعاون والتبادل أيضا بالمعلومات حتى في إطار كل المحافظات اليمنية التي تم تحريرها وكذلك أيضا من داخل العاصمة بتحرك أي عناصر خطيرة على الأمن والاستقرار فيتم أيضا متابعتها والتبليغ من بداية انطلاقها من المناطق التي تحت سيطرة الميليشيات الإنقلابية الحوتية كذلك هناك أيضا إقراءات وقائية أيضا تعاون المواطنين والسكان المحليين أيضا في محافظة مارب مع القيش ومع الأمن ولن يستطيعوا اختراق هذه المدينة ولا اختراق القوات المسلحة والأمنة طيب كون مدينة مارب نعود ونذكر بأنها مصدر مهم للغاز والنفط في اليمن حماية هذه المنشآت النفطية على عاتق من؟ هل هناك أي مشاركة للتحالف في حماية هذه المنشآت النفطية؟ أولا نحن حماية هذه المنشآت هناك مكلف وحدات من القوات المسلحة وكذلك أيضا من القوات الأمن لحماية المنشآت النفطية وكذلك لحماية أنابيب النفط في الأماكن التي تمتد أيضا إلى مكان التصدير كذلك هناك دور كبير أيضا لدول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية وذلك أيضا بالدعم اللوجستي المقدم لجيش الوطني وكذلك أيضا الإسناد الطيراني والمدفعي المتواصل للقبهات وهذا يشكل أيضا نقلة نوعية أيضا في تحقيق الانتصارات في مختلف القبهات القتالية سيادة العميل الركن عبدو عبدالله مجلي عن ناطق رسمي باسم الجيش الوطني اليمني ضيفنا من مأرب شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا ألف شكر ترجمة نانسي قنقر